موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الإخوة والإحباب في هذه الحلقة الخامسة من برنامج في أروقة رمضان وفي مثل هذا اليوم خمس رمضان قبل أكثر من سبعة قرون وقعت معركة عظيمة معركة حسمت الصراع المغولي الإسلامي ويأس بعدها المغول من غزو هذه البلاد ليست عين جالوت بل وقعت بعد عين جالوت بخمسين سنة تقريبا يعني بنصف قرن وكان على رأسها سلطان هو أطول سلاطين المماليك بقاء في كرسي السلطنة أرغم أنه غير مشهور بالنسبة لعموم الجمهور المعاصر وهو السلطان الناصر محمد بن قلوون وخاضها معه واحد من أعظم العلماء المسلمين قدرا وشهرة في كل تاريخ الإسلام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعض الناس يعني النظرين أن هذا النصر كان ثمرة الدعوة المستجابة من ابن تيمية هذه المعركة اسمها معركة شقحب معركة شقحب وهي المعركة التي قال فيها مؤرخ الشام الإمام الصفدي من حين ظهر جنكيس خان ما جرى للمغول بعد وقعة عين جالوت ولا إلى يومنا هذا مثل وقعة شقحب كادت تأتي على نوعهم فناء فإن الموت أهل بهم ورحب وما نجى منهم إلا من حصنه الأجل أو اختار الأسر لما لما وجد من الوجل الوجل يعني الخوف هذا طبعا في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر تعالوا نحكي هذه الحكاية لكي نفهم صورة الأحداث في تلك الفترة فإن لدينا ثلاثة مشاهد المشهد الصليبي في عكة والمشهد المملوكي في مصر والشام والمشهد المغولي في فارس تعالوا نبدأ بالمشهد الصليبي في ذلك الوقت الحروب الصليبية كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة كان الجهاد الطويل الذي قام به الزنكيون ومن بعدهم الأيوبيون ومن بعدهم المماليك قد آتى ثمرته تقريبا والمماليك استطاعوا صد الحملة الصليبية السابعة ولو لم يأتهم خطر المغول بالمناسبة لكان المماليك استطاعوا القضاء على الوجود الصليبي تماما قبل هذا الوقت لكن لما أوقف جاء الخطر المغولي وأوقف المماليك الخطر المغولي في عين جالوت طبعا عين جالوت وقعت في رمضان أيضا بدأ بيبرس الظاهر بيبرس ومن بعده سيف الدين قلوون ومن بعده أبناء قلوون في فتح المناطق والمدن الشامية يعني في تحريغ المناطق والمدن الشامية من الصليبيين إلى أن حصر الصليبيون في عكة وكانت عكة هي آخر المناطق الصليبية وبالتالي كانت عكة خليط فلأجل ذلك فشى فيها الفوضى والانقسامات وكانت من نصيب الأشرف خليل بن قلوون يعني أيضا من أبناء سيف الدين قلوون الذي كان على يده فتح عكة وطهر الساحل كله الساحل الشامي كله من الوجود الصليبي بعد قرنين تقريبا من الحروب الصليبية فبالتالي انتهى الوجود الصليبي وإلى هنا سنغلق هذا المشهد الصليبي فيما بعد المماليك سيفتحون قبرص وأمور أخرى نعود إلى لنفتح المشهد المصري المشكلة التي ظهرت في المشهد المصري أن الحكم المملوكي كان حكما عسكريا الخليفة العباسي في القاهرة مجرد صورة الأمراء الأقوياء يتنافسون على السلطان وكلما شعر أمير أن بإمكانه اغتيال السلطان المملوكي اغتاله ونصب نفسه مكانه ويظل السلطان الجديد خائفا أن يقع عليه انقلاب مثل الانقلاب الذي أوقعه هو حتى يقع بالفعل فلهذا كان الطراب الحكم واغتيال السلاطين ظاهرة متكررة في الدولة المملوكية التي كانت تحكم مصر والشام فصحيح الأشرف خليل فتح عكة لكن لم يلبث أن اغتيل بعدها بقليل نصب بعده أخاه ويعني برضو نصبوه سلطانا صورة يعني كان أخوه في ذلك الوقت صغير تسعة أعوام اللي هو الناصر محمد بن قلوون لا يكون طبعا نصبوه على صغره لكي يحكم الأمراء من حوله طبعا هم تعرفون نحن بشكل عام السياسة تضعي الواجهة حين لا يتفق الأقوياء حين يتفق الأقوياء أو يغلب أحدهم خلاص ما يبقاش فيه حاجة إلى الواجهة فبالفعل تقاتل الأمراء الأقوياء حول الناصر قلوون يعني أسماء كثيرة وإذا لا نشغل قريبها كتبغة وحسام الدين لجين وغيره المهم كل من ينقلب عليه وكانت يعني المشكلة الكبيرة التي أثارتها هذه الفوضى السياسية نقدر نقول مشكلتين أساسيتين فيما يخص قصتنا في هذه الحلقة الأول أنه بعض الأمراء الخائفين من المماليك الخائفين من الانتقامات ومن الثقر لاجأوا إلى السلطان المغولي غازان سنحكي قصته بعد قليل السلطان غازان في ذلك الوقت كان يعني كان يحكم المغول الذين هم يحكمون الفرس يعني يحكمون المنطقة الفارسية وطبعا غازان كان شخصية قوية ومتمكنة ومسيطرة وكان يتطلع إلى ضم الشام إلى مملكته كما حاول ذلك أسلافه من قبله هولاكو وطبعا يعني تمدد إلى الشام يعني طموح مغولي وحصلت جرت مراسلات تهديد بينه وبين الأشرف خليل الأمر الثاني أنه هذه الفوضى غياب الانسجام والتعاون بين القادة المماليك لا سيما بعد اغتيال حسام الدين لاجين الذي كان سلطانا لمدة بسيطة واضطراب الأوضاع في الشام كلا الأمرين ومراء مماليك هربوا إلى غازان وفي اضطراب هؤلاء هذين الأمرين جعل قازان يتطلع إلى أن يتمدد أنه هذه هي اللحظة المناسبة لكي يتمدد إلى مصر والشام ونغلق هنا المشهد المصري الشامي المملوكي نأتي للمشهد المغولي في فارس المغول من أيام جنكيس خان انتصروا على المسلمين عسكريا واجتاحوا هذه الأراضي الواسعة من منغوليا إلى قريبا من بولندا إلى أطراف الشام كل هذه المناطق المسلمين في وسط آسيا فارس العراق كلها كانت تحت ظل الدولة المملوكية ومع ذلك صحيحهم انتصروا على المسلمين عسكريا لكن انتصر المسلمون عليهم حضاريا فما هي إلا عقود حتى اعتنق المغول الإسلام وأقاموا نسخة جديدة من الحضارة الإسلامية في الديار التي سيطروا عليها ويعني استمر هذا التحول قريبا من نصف قرن حتى صار المغول مسلمين كان إسلامهم يعني بالذات في بدايته خليطا من الإسلام ومن عقائدهم القديمة وأخلاط من اليهودية والنصرانية وأمور وثنية لأني لا سيام أنه بعض ملوكهم تزوج من أميرات نصرانيات وطبعا حصلت محاولات تحالف كثيرة محاولات صليبية مغولية ضد المسلمين الخلاصة إسلامهم كان على هذا النحو الذي حفظته لنا فتاوى ابن تيمية يعني ابن تيمية يصفهم فيقول أنهم أنا دلوقتي بتكلم على إسلام المغول اللي هم كانوا في دولة غازان تمام فهو بيقول أنه يعني إسلامهم على هذا النحو أنهم ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم يعظمون الرسول وليس فيهم من يصلي إلا قليلا وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة والمسلم عندهم أعظم من غيره وللصالحين من المسلمين عندهم قدر وعندهم من الإسلام بعضه وهم متفاوتون فيه لكن الذي عليه عمتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شعائر الإسلام فإنهم أولا لا يجبون الإسلام يعني مش مهتمين حد يسلم أو ما يسلمش ولا يقاتلون من تركه يعني اللي ارتد عن الإسلام مش مهمة حرية شخصية بل يقاتلون على دولة المغول يعني من قاتل دولة من قاتل مع دولة المغول عظموه ويعني مهما كان كافرا وحتى لو كان عدو لله ورسوله لكن من خرج عن دولة المغول أو خرج عليها استحلوا قتاله ولو كان من خيار المسلمين يعني المبدأ عندهم مبدأ قومي وطني وليس مبدأ إسلامي ولا يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر رؤية مسألة الدين عندهم مسألة أقرب إلى الحرية الشخصية يعني فيهم نستطيع أن نقربها الآن بلفظان المعاصر بنزع علمانية وكذلك أيضا عمتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم يعني هم مؤمنين بالدولة ومؤمنين بالقانون فهم لا يحرمون أموال المسلمين لأنها حرام ولأن الله حرمها ولكن يحرمونها إذا نهاهم عنها السلطان يعني لأن هي مجرمة في القانون أو لأن السياسة حرمتها عليهم ولا يلتزمون طبعا بأداء الواجبات لا من صلاة ولا زكاة ولا حج ولا يلتزمون الحكم بينهم بما أنزل الله بل يحكمون بأوضاع توافق الإسلام مرة أو تخالفه طيب هذا الإسلام ده شكل الإسلام الخليط الذي كان موجودا عند هؤلاء القوم مع ذلك بقيت العداوة المغولية المملكية لأنه منذ الهزيمة الكبرى المفاجئة في عين جالوت لم يستطع المغول هزيمة المماليك بعدها في معركة كبيرة ولم يستطيعوا هزيمتهم إلا في حال من الفوضى والاضطراب الداخلي عند المماليك الإمبراطورية المغولية الضخمة انقسمت إلى أربعة أقسام قسم حكم الصين قسم حكم وسط آسيا قسم على رأس بركة خان الذي أسلم وأسلم من معه حتى من قبل أن يصل هلاكو إلى بغداد هؤلاء حكموا المنطقة اللي هي شمال البحر الأسود الآن هؤلاء يسمون القبيلة الذهبية والقسم الذي حكم منطقة الفرس والذي كان عليه محمود غازان ومحمود غازان هذا هو الذي أسلم وأسلم معه جيشه وأراد أن يقول بأنه ملك عادل وتسمى باسم محمود لكي يشابه السلطان أو الملك العادل نور الدين محمود زينكي وتمدد إلى يعني حاول أن يتمدد إلى منطقة الشام وبالفعل كانت هذه اللحظة المناسبة لكي يحقق تمددا عظيما إلى الشام الآن أنهينا هذه المشاهد الثلاثة تعالوا نرى كيف ستكون نتيجتها بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رأينا المشهد الصليبي وقد انتهى المشهد المضطرب في مصر والشام المشهد القوي في فارس التي يحكمها محمود غازان اللي هو دلوقتي خان المغول أي لخانيين كما يعرفون في التاريخ المغول أي لخانيين هذه المشاهد الثلاثة انتهت إلى غزو قاده قازان على الشام وحين وصلت أنباء تحرقه خرج المماليك وعلى رأسهم السلطان الصغير محمد بن قلوون اللي هو كان يحكم القادة الكبار باسمه وحملتهم هذه كانت حملة مخذولة طبعا هي حملة فيها الطراب ثم أصابهم سيل ذهب بكثير من الأمتعة والأموال ويعني خرجت عليهم أسراب طيور وتشاءموا منها وهم يعني هذا الجيش لم يصل إلا بعد أن كان المغول قد دخلوا بالفعل إلى البلاد الشامية فأفزعهم مشاهد الفرين من وجه المغول فكل هذا أدى إلى أنه كمان بعض الأمراء الموجودين في جيش المماليك من ذوي الأصول المغولية حاولوا الانقلاب على الأميرين الحاكمين في ذلك الوقت اللي هم سلار وبيبرس الجاشانكير فلكن الحقيقة يعني سلار وبيبرس الجاشانكير استطاعوا القضاء على حركة التمرد هذه لكن هنا يعني أريد أن أتوقف وأقول أنه كما أنه هناك مماليك ذهبوا إلى غازان هناك أيضا مغول فروا من غازان وذهبوا والتحقوا بالمماليك فالخلاص أن هذا الجيش التقى كان عشرين ألف من المماليك التقوا بثمانين أو مئة ألف من جيش المغول وفي هذه المعركة التي دارت بينهما انتصرت ميصرة المماليك على ميمنة المغول حتى أذخنت فيهم وطاردتهم لكن حين عادت اكتشفت أن بقية الجيش المملوكي انهزم وانسحب إلى دمشق استطاع القلب والميصرة المغولية أن يسحقوا القلب والميمنة المملوكية حتى أنه انسحبهم السريع هذا لم يستطيعوا ما هو حماية سلطانهم الناصر بن قلوون الذي ترك أشبه بالوحيد الضائع وانسحبوا إلى بعلبك ثم إلى دمشق ثم إلى القاهرة اقتحم المغول دمشق ومع أنه غازان المفروض يعني أنه يعتنق الإسلام طب بالشكل الذي شرحناه قبل قليل إلا أن ذلك لم يحل دون تخريب وتدمير هائل للمدينة ومذابح ارتكبت في أهل دمشق ومع ذلك يعد الذي وقع في دمشق هذه المرة أهواً مما وقع في الهجمة السابقة التي كانت بقيادة جنود هلاك قازان أو غازان ترك دمشق في يد الأمير المملوكي الذي هرب إليه اسمه سيف الدين قبجق وهذا المملوك وقعت هنا مفاجأة وكان من فضل الله علينا أن ما إن عاد غازان إلى بلاده حتى انقلب سيف الدين قبجق هذا على قازان وتحول إلى الولاء المملوكي ورسله السلطان ووعده بالأمان وربما طبعا قد رأى أنه سيف الدين هذا رأى في بلاط قازان ما أخافه أو على الأقل ما أيقن معه أنه لن يكون شيئا مذكورا في ظل قازان قازان كما قلت كان شخصية قوية جدا ومرعبة ومهيبة مع أنه كان شابا صغيرا يعني هو تولى الحكمه عند 24 سنة وقتاله هذا الذي نحكيه الآن قاتله وهو 29 سنة يعني هذه القوة كان شابا ما يزال شابا صغيرا فالمهم كأنه سيف الدين قبجق رأى أنه لو بقي مع قازان فلن يكون شيئا مذكورا لكنه لو بقي مع المملوكي فعلى الأقل سيكون أحد الأمراء الأقوياء يعني من أصحاب دمشق وفي القاهرة بالفعل كانوا المماليك يعيدون ترتيب صفوفهم وحشد القوات والإعداد من جديد لجولة فاصلة فأخذوا في جمع المال وتجهيز السلاح حتى استكملوا خمسين ألف جندي تقريبا وأعادوا الانطلاق مرة أخرى إلى موقعة شقحب طبعا قازان أو غازان تكتب باللغضين فوجئ بانقلاب الموقف في الشام وهو حين انسحب من دمشق كان يعني أكمل غاراته على شمال الشام فسبحان الله بعث الله عليه عاصفة من الأمطار والثلوج التي قضت على قسم كبير من جيشه وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس لكن فيعني بهذا الوضع حاول غازان وحاول أنه يطلب هدنة ومفاوضة مع الأمراء المماليك في مصر كانت ما تزال هيبة عين جالوت قائمة يعني هو حتى لم يذهب إلى حرب دمشق إلا في الفوضى المملكية فبعض المؤرخين يقولون أنه حاول أن يخدع المماليك بطلب الهدنة وبعضهم يقول أنه حاول أن يعيد ترتيب صفوفه لكن على كل حال المماليك رفضوا واضطر غازان أن يخرج بمئة ألف جندي ولقي الجيش المملوكي الذي كان في ظل السلطان الناصر محمد بن قلوون ولكنه كان الجيش تحت القيادة الفعلية للأمير بيبرس الجيش هنكير في هذه المرة يعني انعكس الوضع في هذه المرة هزمت الميمنة المملوكية ولكن ثبت القلب والميصرة ثم ما لبث أن استعاد المماليك زمام الأمر حتى سيطروا على ميدان المعركة وألجأوا المغول إلى الجبل الجبل المطلع المعركة طبعا هذه الساحة ساحة قريبة من دمشق حاول في اليوم التالي المغول أن ينزلوا من الجبل لأنه طبعا هم حين صعدوا إلى الجبل كانوا في حالة ضعيفة فعانوا من الحصار ومن العطش فالمماليك لم يسمحوا لهم وتصدوا لهم تصديا باسلا ومنعوهم من اختراق الصفوف فزاد هذا في عطشهم وفي جوعهم فبعد ذلك انسحبوا مرة أخرى إلى الجبل اليوم الثاني حاولوا بشكل أشد النزول من الجبل الوضع صار صعبا جدا فخطط ببرس الجيشانكير وأمراء لتنفيذ كمين فسمحوا لأولئك المغول باختراق الصفوف وكأنهم انهزموا ليحاولوا تطويق هذا الجيش وبالفعل سمحوا لهم باختراق الصفوف ثم انقضوا عليهم من الأمام ومن الخلف وهذا ما أدى إلى تمزيقهم كل ممزق حتى أنهم أسروا منهم عشرة آلاف أسير طافوا بهم في شوارع دمشق وشوارع القاهرة كانت هزيمة ساحقة وكما ذكرنا كلمة الصفدي كاد الموت أن يفنيهم وغازال لما وصل إليه هذا الخبر مات بعد المعركة بعام واحد فقط حتى أن بعض المؤرخين يقول أنه مات كمدا وبعضهم يقول مات بأثر مرض عضال وساعتها كان في الثالثة والثلاثين من عمره فقط ومن بعدها لم يتجرأ خلفه الذين ورثوا عنه هذا الحكم أن يغزوا البلاد التي هزمتهم مرة أخرى وبالفعل نستطيع القول أنه توقف المشهد عند هذا الحد لا المماليك استطاعوا أن يستعيدوا بغداد وأن يعيدوا إليها الخليفة العباسي ولا أن يعيدوا إليها الخلافة العباسية ولا المغول استطاعوا أن يتمددوا إلى دمشق أو إلى القاهرة وكانت هذه المعركة أحد المعارك الحاسمة الكبرى في تاريخ الإسلام في مثل هذا اليوم من عام 702 للهجرة طبعا مساهمة شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المعركة كانت مساهمة كبيرة في المرة الأولى يعني المعركة الأولى التي انتصر فيها التتار لها كانت في سنة 699 كان في طريعة الوفد الذي خرج لمقابلة غازان لأخذ الأمان منه لأهل دمشق بعد أن هزم المماليك وانسحبوا وفيها ذكر المؤرخون شجاعة بن تيمية وإنه حتى في موطن الهيبة والخطر لم يكن متهيبا من غازان بل أمره ونهاه وإنه قازان لان له وبعض المؤرخين يفسر أنه يعني هذا الترفق بالنسبة ل يعني هذا الترفق الحادث الجديد بأهل دمشق بالنسبة لما حصل قبل ذلك إنما كان من وصايا قازان التي تعهد بها أمام ابن تيمية وابن تيمية كان هو رسول أهل الشام إلى السلطان لأن أهل الشام ظنوا أن سلاطين المماليك لما انسحبوا إلى مصر خلاص لن يأتوا مرة أخرى إلى الشام فتحرك منهم وفد وكان ركب ابن تيمية كان على رأس هذا الوفد ودخل على السلطان ابن قلوون والسلاطين المماليك وصار يعظه ويعظ الأمراء وكان له دور أيضا في تثبيت قائد قلعة دمشق الذي انقلب على قازان من بعده وبالفعل في حقيقة الأمر البسالة التي أبدأها سيف الدين اللي هو المملوكي الذي ذهب إلى غازان ثم بعد ذلك تولى دمشق وانقلب عليها البسالة التي أبداها هي بسالة كبيرة جدا أسهمت في قلب ميزان المعركة وفي معركة شقحب قاتل ابن تيمية بنفسه مع أهل الشام وقام بما يقوم به العلماء من دورهم في تثبيت الناس وتجييشهم وحثهم على الجهاد والصبر وتبشيرهم بالظفر والنصر وكان يقسم بالله كان يقول أقسم بالله إنكم لمنصورون فحتى كان يقال له طيب قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني هو يقولها يقول إن شاء الله على وجه التأكيد لا على وجه الاحتمال وهذا الجهاد الذي جاهده ابن تيمية مذكور في كتب تلاميذه من بعده وطبعا ابن تيمية الفقيه الحنبل الشام المشهور فتجد طرفا منه في كتب الذهبي وفي كتب ابن كثير وفي كتب طبقات الحنابلة وأن طبعا ابن تيمية كان يعظمه حتى قازان رغم أنه كان شديدا عليه وابن تيمية هو الرجل الذي يعني أبدع هذا الموقف الفقهي لأنه كان من المعضلات أنه غازان حين أعلى نفسه مسلما حصرت بلبلة عند الناس نحن لماذا نقاتلهم مفترض أنه هو خلاص أسلم فصار من أمراء المسلمين فصارت بلبلة فكان ابن تيمية يقول إن هؤلاء الذين تخلوا عن الشرائع وغزوا ديار الإسلام ويمتنعون عنها ولا يعظمون حكم الله ويحكمون شيئا بقوانينهم ويدخلون حكم الله مع حكم غير الله هؤلاء طائفة ممتنعة فالتأصيل الذي قدمه ابن تيمية لقتال هؤلاء كان تأصيلا أنقذ الأمة الإسلامية من ضلال قد كان يغوش ويشوش عليها صورتها وذهنها حتى أنه كان يقول بنفسه لو رأيتموني واقفا في هذا الصف على رأس المصحف فاقتلوني فكانت هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الإسلام العسكري وكذلك معركة فاصلة في الحالة الفكرية والعلمية بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية لها وكان نصرا رمضانيا حافلا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا زمن انتصاراتنا ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة